السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتسبين مشاهدي الآدسة القناة براهيم للعقارات مكناس اليوم نقترح عليكم منزل التي تكون نسفلي وجوجاً على الطوابق ولا حالياً نقترح عليكم الشقة التي تتواجد في الطابق الأرضي بالنسبة للناس الذين يريدون أن يأخذوا المنزل كامل ومتوفر والناس الذين يريدون أن يأخذوا الشقة سوف نتوفرهم بالنسبة للطابق الأرضي 850 مليون بالغاراج الطابق الأول 851 مليون الطابق الثاني 50 مليون إن شاء الله رأى قابل النقاش فعلى بركة الله نبدأ معكم الوصف على هذا العقار وهو عبارة على شقة على الطابق الأرضي مساحة إجمالية 100 متر تكون لنا هذا العقار هذا من صالون سيجر جوجة الغرفة النوم الغرفة الرئيسية بالحمام الخاص وغرفة أنت الوليدات المطبخ وعندنا جوجة الحمامات حمام خاص بالغرفة أنت كما ذكرت وحمام مشترك بالإضافة الوحدة للطراس على شكل أنت باسيوه بالنسبة للعقار أنت اليوم كان شوقك أنت المقاولين التي يفضلون أن يخرجوا يعطينا ثلاثة من الغرفة وكان المقاولين التي يفضلون أن يعطينا تسمع سالون أنفاس معه سيجر أنتم تعاونين بالعراء أنتعكم ما هو أو ما هو التصميم التي تفضلون وما سنقومون بحركة سالون مطلق وتأتي أنفاس معه سيجر ولكن من الأحسن أن المقاول يعطينا الغرفة الثالثة فتح تقتسم الآراء كل واحد ما يفضل بالنسبة كفكرة خاصة أنه بالنسبة إذا كان الوحد يفضل أنه يدير بيت نتاع الجلاس من الأحسن أنه يجب حالة شكل هذا مفتوح على شكل سيجر مستحسن أنه يكون حالة شكل وكان بالنسبة للناس الذين اقتنوا هذه العقارة إذا كانت البيت الثالثة ستتبقى داخل على حسب على حسب المقاول ممكن أنه يصنع البيت الثالثة أنه يبقى على حسب الاختيار من كل واحد الذي يريد أن يكون بحالة شكل الذي يريد أن يتعلم المقاول يقوم لعبات التغيير هذا الذي يريد أن يستعمل البيت الثالثة ستكون هناك هذه الإمكانية بالنسبة لطبق الأرضي يستعمل هذا الطراس هذا هذا الطراس الذي يجب فيها المقاول على الصابون ويجب أن يكون فيها المقاول 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 ستبقى على حتيار لطبق كل واحد ثم هناك المقاول مساحة كبيرة يمكنك من المقاول لمدة المقاول من المقاول المقاول من المقاول المقاول كما يمكن تبقى على الصابون تمام المقاول المقاول فارجعوا اللي باب نتاع الفصيل باش نعودو نفهمو الترتيب كتر نتاع هذا العقار هذا فمن الخلف نتاعي اللي باب نتاع الشوقة مثلا ندخلو مباشرة تلقوا الصالون قبل من الصالون تلقوا عليه دينا اليمن لما طبخ طبخ بتصميم هائل بالاضافة انوتيت توفر لنا على البلاكر الفوق والتحت طبلا نتاع الرخام من نوعا نتاع القرانيت فبالنسبة للناس اللي معتمين من بعض العقار هذا فقط اكشوهم انو متصلوا بنا باش ننتقلوا معهم العين المكان مكتشفوا هذا العقار هذا بالنسبة لهذا النماذج هذا انتاع هذا العقار اللي تنقوم بالوصف انتاعه اليوم لكن بالنسبة لهذا النماذج عندنا احياء لمتوفرة كاميليا مرجان اتاق الدو الديكاتلون ومرجان السوبرمارشي بالنسبة لهذا العقار هذا الشوقة انتاع اليوم فحنا تنتوجدوا من القرب من اتاق الدو الجزئة الاسم انتاع المنتزى واحد من القرب من المسجد كانت الطبيس يوصل كان مجموعة انتاع المرافق التي تتوفر عليها هذا الحي هذا اللي تنتوجد فيه اليوم فانا حاليا نقوم بتصوير انتاع الغرفة التي نسميها الغرفة رقم واحد هذا المقاول كما لاحظنا ان احتى النسبة للغرفة ونشارتها من النوع الجيد من نوع نتاع اليوم اتاق الدو لتنجارة من النوع الجيد شقارة كاملة بالنسبة للنجارة لتعب من النوع نتاع الليتر خدمة هي سامبل وراقية في نفس الوقت الناس الذين لديهم عقارات يريدون أكثر في البيع فنحن رأينا الإشارة نتعى الجميع لديك فيلا فيرما بقعة أرضية فنحن رأينا الإشارة أو شقة نستعملها فإذا كانت ثمن مناسب ممكن تشغله على العقار نتعك ونساعدك لتلقى الزبون المناسب الغرفة نتعى الوالدين بميساحة كبيرة بالإضافة أنها تتفر لنا على حمام وبلاكار اللي تلاحظوا أنها تبنيت بعض التجارين فيهم تقسيمة نتعون المعلومات أكثر على العقار هذا فقط يكفيكم أنكم تصلوا بالرقم اللي يكون على الشاشة 060403 عفوا 060403 سنمتدكم بجميع المعلومات التي تتعذر علينا أو لنسينا شيء معلومة ما ذكرناها ذكرنا الموقع أننا نتوجده في المنتزة المساحة تقعد العقار 100 متر تتفر لنا على السفلي بالغاراج نتعوه كان إمكانياً تركنا انتع السفلي بوحده اللي يتبقى بـ 8.39 والغاراج يتبقى 8.12 مليون بالنسبة لي بغير يقتني مثلاً الذي يتواجد الذي يأخذ الشقة على الطبق الأول ممكن حتى هو يقتني الغاراج لأن الغاراج يتبقى أنه يتبقى بوحده اللي يتبقى مع الغاراج يبقى بـ 8.50 مليون 8 مناسب 8 متع السوق شقة ممتازة بمواصفات هائلة المعلومات كما ذكرت لنسينا اي معلومات فقط اكفيكم تتصلوا بنا باش نددكم بجميع المعلومات فتقريباً وصلنا لنهاية ساعة الفيديو سنشكركم على الدعمتاكم وعلى الوفاءتاكم كان معكم أخكم إبراهيم قدمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر